موسيقى تعاون جديد بين شركة وون بلاس و فورتنايت على ايموت جديد هي الشركة الصينية و وون بلاس الموبايلات عمنا التعاون جديد مع شركة فورتنايت على ايموت هندي خرافي الصراحة ومضحك جدا 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 عجبني جدا انا حلمك بهذا الفيديو كيف تجيب هذا ايموت وكيف تقدر تاخد هذا الايموت من الاول الاخر لانه في كذا شرط لازم تعمله في كذا شغل لازم تعمله فهلا والله بسكّاني الطابة الأرضية وفيديو جديد بالنسبة لهذا اليموت يا شباب خليني نحكي عليه بالمختصر هذا اليموت نزل معنى التحديث 13.20 وسرّبنا سمّيناه لحنا باليموت الهندي يعني لأنه هو فعليا هندي والنغمة طبعه هندية متل مسمعاني لحسمعكم يا دقيقة واحدة هذا هو اليموت اللي سمعتوه يا شباب بس شلون هلّا صار معنى تاخد هذا اليموت هذا اليموت صارت للناس تقول عليه انه هو غير حصري لشركة وان بلاس وفينا صارت تقول عليه حصري بس شركة وان بلاس على تويتر نزلت تغريدة لانه قالت فيه انه هذا الشي اكسبلوزيف او شي حصري فقط لون بلاس ومتوفر لاجهزة الوان بلاس سري واكتر او اقل فما بعرف شو الفكرة انا هلا اللي سأقول لك كمان على جميع اجهزة الوان بلاس اللي بدعم هذا الشي هلا بقى كيف بدك تاخد هذا اليموت لو انت معاك اجهزة الوان بلاس من هاي الشركة متل مظاهر امامك بالصورة هاد الشي اللي بدعم الاجهزة تبع الوان بلاس انت مجرد ما يكون عندك جهاز من هادو الاجهزة اللي ظهر امامك بالصورة انا هلا لحلمك كيف تاخد هذا اليموت هذا اليموت يا شباب انا لحقلكم هلا كيف تاخده بالمختصر وهيك بالسهولة بس انا بدي لكم عشاغلي قبل ما تفوتوا كيف تاخدوا هذا اليموت بدي لكم عشاغلي يا شباب لا حدا يفوت عن تجار ويقال لهم انا بدي هذا اليموت ويقال له اي هات حسابك وانا بعطيك يا وهيك يا شباب هاي الطريقة عملته شركة وان بلاس انه لح تكون ع طريقة الموبايل فقط يعني لو انت ما معك موبايل مستحيل من سامع الاستحالات تجيب هذا اليموت فلا حدا يفوت عند اي تاجر او اي حدا يقل له انا عندي وهات حسابك وانا بعطيك اعكن يا شباب بهالموضوع عشان ما ينسرح حسابك وتجيب العيد انا هلا لحلمك ليش هيك صار وليش هلا انت لازم تاخده على موبايل وما بصير تاخده على جهاز تاني او تاجر يعطيك فانا هلا لحقلك ليش وانت لحالك هلا لح تعرف ليش هلا اول شي في رابط تحت بالدسكريبشن هذا الرابط يا شباب الخاص بالوان بلاس تبع شركة وان بلاس ايموت فورتنايت كل عليك انك انت تفوت عليه مجرد ما انك انت تفوت عليه بيظهر لك شي هيك متل لوحة حمرة مكتوب عليها وان بلاس فورتنايت بهجارة بوجي ايموت هذا هو اللي ايموت يعني اسمه ما بعرف شو هالاسم في كبسة حمرة بتكبسة انا عندي هذا الفيديو بالالماني انا اللي مصوره الصراحة لانه انا ما كنت عارفان اشتهم فانا فتع الموقع الالماني بالغلط فاذا ما عم تعرف او ما عم تعرف تقرأ انا بعتزر عن هذا الموضوع احاول حط لك اسهم اكتر واكتر بالنسبة لهذا بتكبس على الاحمر اللي هو المربع الاحمر او المستطيل الاحمر بيحاولك دغري على اكاونت وان بلاس هون بقى انت بدك تعمل اكاونت على شركة وان بلاس الخاصة بهذا التليفون مجرد ما انك انت تعمل هذا الايميل بيطلب منك انك انت يتعمل ايميل سيجنين لو عندك يا اما تعمل لوغن يعني تعمل حساب جديد بيخيروك بين الفيسبوك وبين جوجل انا على الرأي يفوت على جوجل حط لك شي ايميل من ايميلات جوجل لانه بيبعتوا لك ايميل لازم ايميل جوجل مجرد ما انك انت تعمل ايميل جوجل ومعك جيميل تبعي تب JENVI بتقدر تفتح البريد لانه رحبتو لك رسائل على البريد تبع الجيميل تبعك انت وضعك بالسليم بعد منا بتعمل منا بتحط متابعه بعد منا انت بحطو لك ان تختار ايميل لو انت عندك بال جهاز بتختار ايميل لو عندك بقى بتحط انت أيميل جدد تكتبه كتابة وهست متل مظاهر امامك انا بدأت عندي من الايميلات الموجودة عندي عالموبايل ظهر امامي هون كله عليك انك انت بتحط create account هون هننا عم يقلولك هاي كزا مثلا هاي احمد فوق مكتوب هاي وبيقلولك انه create account وتكبس على كلمة create account باللون الاحمر بعد منها بتروح مباشرة على الايميل بيبعتولك ايميل لهنيك في رابط بتفوت على هذا الرابط يا اخي مجرد ما انك انت تفوت على هذا الرابط بيقلولك create password بيحطولك انه انت لازم تحط password create your password بتحط اي password انت بيختر عبالك بدك ياه وبتحط كونفورم هيك انت وضعك بالتمام انت هيك صدقت حسابك على شركة ون بلس تبع الموبايلات وعملت account وكل شي تمام بعد منها بيعطوك انك انت بيحولوك على صفحة تانية او بترجع على الصفحة تانية تبع الايموت اللي انت بعد ما حطيت ايميل وبعد ما حطيت create بترجع على نفس المتصفح اللي انت فيه بتلاقي حالك رحت من عند مكان تبع create account وظهر امامك مكان جديد اللي هو اسمه ون بلس فورتنايت بهجارة بوجي ايموت هيك هاي بعد منها بيطلع لك هذا الشي بعد ما انك انت تعمل account بعد ما تعمل وبيطلع عندك خانتين الخانة الاولى اللي هي الايم اي اي والخانة التانية اللي هي البي سي بي اي هدول يا شباب شو هنك بالنسبة للصورة اللي تظهرها امامك يا اخي الايم اي اي هادا النمبر الخاص بالجهاز انا ما بعرف شو شغلته الصراحة مية بالمية بس الايم اي اي والبي سي بي اي هدول تلات ارقام سريين للجهاز كيف تجيب هدول ارقام كله عليك انك انت تفوت على خانة الاتصال اللي انت بتتصل و بتحكي منها اي طريفون دكت دق يعني بتحط نجمة مربة زيرو ستة مربة هيك بيطلع لك الايم اي اي بتروح على الخانة تبع فورتنايت او تبع الصفحة تبع المتصفة تبع شركة وان بلاس اللي كنا فيها اللي من شوي وبتحط الايم اي 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 هكي انت تمام اول خانة تاني خانة اللي هي البي سي بي اي بتفوت بتحط نجمة مربعة ثلاثة اثمانات مربع وهيك انت كمان وضعك بالسليم بيطلع لك الكود بتنسخ الكود او بتنسخ الارقام هو بيطلع اكتر من الرقم بتنسخ هون بتحطهم بعدا منا بتحط دان ايموت مدري شو بالالماني انا انه اي لكم عندي فبتحطها لسانة ترجم لكم ياها بتحط ريدوم يور ايموت يعني بتحط قراءة للايموت تبعك هيك الا انت شو بيصير عندك بيجي كود على الايميل بيجي كود على الايميل بيجي كود مؤلف من كزا رقم تقريبا 12 رقم او 10 ارقام مالي متأكد منا بالتأكيد بعدا منا بتفوت على موقع ايبك جيمز موقع ايبك جيمز الخاصة بتبع فورتنايت انا تارك لك كمان رابط لحت بالدسكريبشن بتفوت على هذا الرابط بتحط ريدوم كود او قراءة كله عليك انك انت بتحط هذا الكود اللي ايجاك بالايميل باسم ايموت بنجارا بوجي تبعها هي فورتنايت يعني هذا الاموت الهندي بتحط هذا الكود بتحطه محل رابط اللي اندي اعطيك ياه متل مزاير امامك وهيك انت بتفوت على الاكاونت لازم تكون فاعت على ايبك جيمز بالاكاونت اللي بدك تاخد منه الرأسة او عد تفوت على الاكاونت تاني بتفوت على الاكاونت اللي انت بدك تاخد منه الرأسة بعدا منا بتفوت على الرابط اهتحت بالدسكريبشن خاص بقراءة الك لحسميه وبتحط الكود اللي ايجاك على الايميل وهيك مبروكة عليك الرأسة هاي هي الرأسة الصراحة لففونا الدنيا مشان نجيبها الرأسة رأسة بنجارة بوجي الهندية هاي هي يا شباب بكل اختصار انا هيك الصراحة كتير حاولت اختصار بس هادا اللي قدرنا علي الرأسة يا شباب لح تكون حصرية لاجهزة الوان بلاس او عاي تاجر يضحك على اي حدا ويقل له هات ايميلك وانا بجيب لك هاي الرأسة الرأسة مثل مزاير امامكم الايمي اي لازم تجيبه والبي سي بي اي لازم تجيبه وهدول الارقام سرية خاصة بالتليفون اللي انت بداك تشتريه لا تصدق اي كلام بنقله تمام لحد الان هاي هي رأسة البوجي بوجايا ومدرشو الهندية ان شاء الله هيك تكون استمتعت واستفرت بهذا الموضوع وانا الصراحة يعني حاولت جب لكم معلومات قدر المستطاع هاي المعلومات الرأسة حصرية في بعض الناس عم تقولوا يمكن تنزل الانترين شون بس انا اللي رأيتو على تويتر بالصفحة الرسمية تبع وانبلاس كاتبين انه اكسبلوزيف يعني حصرية ولوانبلاس فالله وعلم باشو صير مع الزمن شركة فورتنات عم تفاجئنا كتير فاتمنى تكون استفرت بهذا المقطع او بديك تتلبي تحت بالتعليقات مين الشخص اللي عنده جهاز وانبلاس من هاي الفئة وهل انت لح تحاول جيب هاي الرأسة ولا لا بتمنى تقلي تحت بالتعليقات انا الصراحة هندور على جهاز وانبلاس من اي حدا بعرفه مشان جيب منه الرأسة لحد الان ما لقيت بس ان شاء الله سحاول جيبها لهاي الرأسة فشكرا اليك اذا كنت المقطع الاخر كود دعم بالايتم شوب نيموت ساعة لا تنسأ لو حاب تدعمني اكتر واكتر ولو حابب تشارك على سحب العشرة دولار بتلاقي في فيديو تحديات الاسبوع الرابع لو حابب تشارك روح فوص على الفيديو وبتعرف كيف تشارك بالسحب تبع العشرة دولار فشكرا اليك وبرعاية الله نايز بقى اثنين بقى اثنين بقى اثنين مين هو هادة نازم عقل اشنك هابب ناجم 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 نتفك ناجم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة